السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عاملين ايه يا رب تكونوا بحير وحشتونا كتير كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلى على النبي جماعة صلى على النبي كده اول حاجة ننزل نصلى على النبي عشان البركة تحلي كده على الفيديو وكده يعني بحيل ماشي ماشي اول حاجة بالله عليكم بالله عليكم اول حاجة تعملوها تحطوا اللايك انا حلفتكم بربنا وحيات حبيبك محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اول حاجة تحطها اللايك وتاني حاجة لو مش مشترك في القناة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تشترك في القناة يلا انا كده النهاردة عملت محشي والله العظيم يعني المحشي ده بقاله سبوع في التلاجة يعني أنا كنت أورت الكوسة وأورت البتنجان ووضبت الفلفل وبصراحة كنت هعمله للولاد من غير ولا فراخ ولا لحمة ولا حاجة قالوا لي لأ هتعمل لنا محشي من غير لحمة ولا فراخ أرديش يقول ليه إنتي إحنا بش هنأكله قلت طيب قمت عينها في التلاجة وحيات ربنا هو ده اللي حصل أنا بقول لكم اللي حصل أقسم بالله والحقيقة اللي حصل معاي قمت عينها في التلاجة فغاية ما ربنا إيه الحمد لله رب العالمين يعني قرم جبنا الحمد لله فرخة كده حلوة محترمة قمت عملها صنية كده زي ما أنتوا شايفين عملتها بالبصل زي ما أنتوا شايفين جبت شوط بصل كتير لكلو بصل كده ومقطعها حلقات زي ما أنتوا شايفين كده وحطيت عليه البهارات والتوابل وقرنين في الفل رومي وطمط مية وكيس صلصة كده كان عندي وراس طوم كده أشرتها ودقتها في الهون وحطيتها وكل ده المرتدي أنا كل ده خلطت ببعضه وهو دعكت بالفراخ وزي ما أنتوا شايفين كده هرص عليها صنية الفراخ وهروح حطاها فين في الفرن بس هحطي لها الفويل لما تستوي هعين الفويل عشان نحطها تحت الشواية كل ده هتشوفو معين ما بتقيا كده زي ما أنتوا شايفين إن أنا عملت الفرخة هوم ومعها المحشي وإيه بصراحة كان يوم يعني بسم الله عليه كان يوم هلكة فهلكة بس مش مشكلة يعني أنا بصور الحتة المهمة كده اللي أنتوا ما تملوش منها والله يعني بحب إن أنا إيه ما خليكوش تملو في الفيديو ويكون طويل قوي قوي يعني فبختصر منه الحاجات اللي هي تتشاف بنزلها بنزلها لكو وبخليكو تشوفوها تمام؟ تمام طيب النهاردة هتكلم عن حاجة هي الحاجة اللي هتتكلم عنها يا أم كريم هتكلم عن العوض يعني العوض ده حلو جدا حاجة حلوة جدا ربنا بيكرم بيها وربنا بيعوض بيها كتير جدا 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 يعني العوض يا أم كريم يعني ربنا يعوضك يعوضك عن حاجة أنت تكون خسرتها أو تكون ضعت منك أو رحت منك فربنا يعوضك بغيرها أوه ربنا بيعوض ربنا بيخليك بيعوضك لأنك أنت تستاهل لو أنت تستاهل العوض ربنا هيعوضك لو أنت تستاهل أن ربنا يخلف عليك ربنا هيخلف عليك لو أنت تستاهل أن ربنا يقف معاك ويعوضك ويرزقك ويكرمك هيرزقك ويكرمك وهيعوضك يعني بصوا العوض ده حاجة جميلة جدا 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 وحياة ربنا جميع يعني أنا الحمد لله رب العالمي يعني أنا ربنا بصوا أخذ مني حاجات أو مدنيش حاجات بس عوضني بحاجات حلوة وجميلة وبسيطة وبترضيني ويبصوا شايفين الحركة اللي عملها كريم دي حبي يعمل حركة بصوا كريم حبي يعمل حركة كده قال لي ونبي ونبي بقى شايفين والله طب طلعت حلوة وحيات ربنا بصوا لا ساعة قام جايب الحل قال وراح قلبها قال لك إيه عشان تكسه وكل حاجة تنزل كده وقفة وفعلا نزلت وقفة بالسنة لما هزيت الثانية راح تكل حاجة يعني واحد من الثانية بصوا جماعة اللمة الجميلة البسيطة اللي انتوا شايفينها دي والله العظيم عندي بالدنيا أكبر عوض لي يا ربنا معوضني بعيلتي اللي انتوا شايفينها دي بولادي يعني هم كل حاجة في حياتي هم كل دنيتي هم كل حياتي كل حاجة بالنسبالي بصوا أنا ببص فيهم يعني هم قدامي كده عوض ربنا لي عن الحياة وأسوة الحياة وضغط الحياة اللي احنا فيه يعني هم دول ربنا معوضني بيهم ولادي ربنا يا رب يخلي أولادكم يعني يعوضكم فيهم خير وتشوفوا الخير كله في أولادكم يا رب بصوا يعني من الفيديوهات اللي قليلة جدا اللي كريم بيطلع معي فيها طالع معنا في الفيديو ده مع انه كان مستأجل جدا جدا يعني كان مع صحابه في الشرم السنين ومعرفش راحين فين يا ابني اخلع الكتش وقعدكم يا ابني يا ابني حرام عليك الأعجة دي لا مستأجل وعملين دهوا علي ومش عارف ايه المهم قعد أكل هو عمتا كريم ما بيقولش حاجة من المحش ده لكوسة لفلفل لابتنجان هو يفتح الكسايا ويأكل الرز اللي في قلبها بس يفتح الفلفلايا ويأكل الرز اللي في قلبها بس لكن عشان كريم يمسك كسايا ويأكلها زي ما احنا بنقولها كده استحالة استحالة وغير كده كمان أبو بي على فكرة هنا أبو كريم بيزعق له بيقول له يا ابني اقعد كل يا ابني يا ابني حرام عليك يا ابني اقعد كل ده انت مفترتش فعلا والله العظيم احنا كنا الساعة 8 بالليل وقصما بالله ما كنا نفترنا حد الوقت عمالي يعني يقول له يا ابني اقعد حرام عليك وقعد كل قال له معليش عشان عيب أسيب زميلي في الشارع ويعني كده طبعا احنا اهو قعدنا نافي فيروح فعني ما علش استحملوا دغط الحياة واستحملوا دغط واستحملوا آه الدنيا واستحملوا الي بيحصل واستحملوا آه الحياة الصعبة اللي احنا فيها ما علش ماهو ماهونا هقول لكم مش عاللا احنا بس والله عالدنيا كلها والله ربنا بيخلف وربنا بيعوض وحيات ربنا بصو صنية الفراخ طلع بسم الله ما شاء الله بالبصل بس هم جاعنين بقى كان نفس البصل الوسوس ده يكرمل كده وينشف بس هم مردوش يستنوا اسقطوا بقى وحيات ربنا واكلت آآ البت قطو حتت اه حتت قسايا بشوية بحبة رز قد كده حبس خان رخل وقتر الرز ملهل بنار شطة 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 وحطت لكاتو حتت الكسايا وحبة الرز من هنا وبيد عنك وحيات ربنا ده كان في اول الفيديو يعني انا بصوا اه هاخد حتة كده مش عارف ورا انا صورتها ولا لأ وحطت لها وحيات ربنا وكيان بقد هتموت كده انا كنت هتجنن عليها وحط ربناك كده تعالينا ويعني بصوا عايز اقول لكم ما اكملناش اكل من زعلن عليها انا مش قصدي والله انا عايز ااكلها بس طلع المحشي حرق نار نار يعني ما كنتش دقته يعني المحشي كان نار انا نسيت واكلتها لا دقته دقته وعارف ان هو حرق بس انا نسيت وروحتي اكلتها لان هي عايزة تاكل ماشي المهم فخلي نخلي املنا بالله ونخلي املنا بربنا كبير وربنا كريم ربنا ما بيسيبش حد وربنا ما بيتخلاش عن حد وعمر ربنا ما خلق حد ونسيه لا والله ابدا ابدا فربنا يا رب يعودكو خير ويعودنا معيكو يا رب وما تشوفوا غير كل خير في اولادكو حبيبكو يا رب بصوا بالله عليكو لو وصلتوا معي هنا للفيديو حطوا لايك ووصلوا على النبي واشتركوا في القناة ماشي وتابعوا الفيديو بالله عليكو تابعوا الفيديو وحيات ربنا يعني انا 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 عايز اقولكو بصوا عشان مش عايزكو تقولوا لي ايه طالعة بتستعطفنا طالعة بتحكي لنا ظروفها طالعة بتشتكي ظروفها لا والله العظيم مش كده خالص قصما بالله انا مش كده خالص وحيات ربنا لا باستعطف ولا باشك ظروفي ولا اي حاجة انا لو بتكلم بتكلم بتلقائي وبتكلم يعني بصوا انا ما بعرفش ازواء في الكلام اللي على قلبي على الثاني اللي انا اللي انا عارفه انا لا بحفظ كلام ولا بزواء كلام اللي انا بشوفه قدامي واللي هو خيالي بقوله والله العظيم تلاتة وحيات ربنا وربنا شاهد على كلام فمعليش يعني شاهدوا اه بصوا الحتة دي بقى اه كيان خدت الحتة دي بقى من هنا حتة الرز اللي انا حطتها لها دي من هنا وحيات ربنا وكيانة حولت بصوا لسرعة ما اقول لكوش اهو اهو بصوا باين في الفيديو اهو عملها عوش لها من بقها بصوا انا نسيت نسيت خالص نسيت خالص بصوا والله العظيم انا صرحتي معاكو في الفيديو وحيات ربنا بص يعني صعبانة علي وزعلت عليها جدا بس انا مش قادر اتكلم يعني مفتكرتش رانا انها صورت كل ده